السلام عليكم ورحمة الله بفكر حضراتكم ان احنا في العشر الاوائل بنتكلم عن المحطة الاولى من محطات سلام سلام هو المعنى الكبير اللي احنا ارتضناه نعيشه ونخرج به من رمضان عشان نخرج من رمضان بميلاد جديد وهو ميلاد السلام سلام العيش مع الله سبحانه وتعالى واخترنا للعشر الاوائل ان احنا يكون شعارها البقاء في حضرة مولانا سبحانه وتعالى والنهاردة هنتكلم عن سلام له صفات مهمة وصفات رائعة وصفات تخلي الانسان تتجدد حياته ويتخلص من كل الاعباء سلام يطف النار ويجلب كل الوان اللي اطمئنانه والهدوء والسعادة الى حياة الانسان سلام النهاردة هو سلام مزدوج سلام الوصل الودود او سلام الود الموصول اما تقول سلام الوصل الودود او سلام الود الموصول الاتنين بيوصلونا الى ان احنا في حضرة مولانا كتير مننا بيدعي في رمضان ان ربنا يعتقه من النار دعاء كلنا بنرجو فيه الله سبحانه وتعالى ان هو يعتق رقابنا بالنار وبيكون قصده ان يعتق من نار الاخرة لكن فيه نار تانية اشد عذابا واحنا بنتكلم عنها كتير بتبقى اشد عذابا على الناس هنا لان النار الاخرة ما حد تشافها لكن فيه ناس بتعيش فيه نار تانية لابد العبد ان يسأل ربنا ان هو يعتق منها وهي نار البعد عن الله سبحانه وتعالى ودايما بقول لماذا تؤجلون العتق الى يوم القيامة وانتم قد ضاق بكم الخناق انتم ليه بتأجلوا ان ربنا يعتقنا من النيران الى الاخرة تم فيه نار احنا عايزين ان ربنا يعتقنا منها في الدنيا قبل الاخرة فالنيران اللي يعيش بيها العبد هي قطع من نيران الاخرة مش هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الحر اللي في الدنيا ده واحد كل الحر كل الحر كل اللهيب ده واحد على مئة جزء من نار جهنم فعلمنا ان فيه علاقة ما بين اللي احنا فيه والاخرة كمان النيران اللي في بعض الاحيين بنحس بيها وبنعشها بتبقى جزء من نيران الاخرة كما ان المعصية شعبة من شعب الكفر والطاعة شعبة من شعب الايمان كذلك البعد والهجران شعبة من شعب النار والوصل الوصل بالله والحضور مع مولانا والوصل شعبة من شعب الجنة طب نعمل يا عشان نقدر بقى نعيش في سلام بعيد عن هذه النيران بعيد عن ده ازاي نعيش في سلام ونقدر نكون موصولين بالله هذا الوصل اللي كله تودد من مولانا سبحانه وتعالى لو محدش تعجب احنا طول الوقت سبحان الله كتب لنا الرزاق فيعطينا اياه ثم يجدد عطاءه لنا سبحانه وتعالى فيامين الرحمن ملأ سحاء الليلة والنهار طب بتسح على مين بتسح علينا احنا فودوا الله حاصل ووصله دائم فلازم نفهم ان رسل الله اللي بتأتينا لا تنقطع عنا ابدا فرسل الله دائما لك كما ان الرسل اليك رسل الايمان الله سبحانه وتعالى ارسل اليك رسل ايضا رسل الهداية فربنا ارسل اليك رسل الايمان وارسل اليك رسل لترك الكفران كفران النعمة كذلك ارسل اليك رسل الجنة وارسل اليك رسل التحزين من النار فلو كنت موصولا بالله وابتعدت عن القطيعة إيه اللي حاصل ابتعدت عن أن تقطع عن الجنة وده لن يكون إلا بأنك تخرج من أن تكون من أهل الهجران لأن الهجران قطعة من قطع النيران والعياذ بالله واحد يقول لي طيب ما الهجران ده مش بإيدي لا 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 الهجران ليه معنى صحيح الهجران زي ما بيعرفه أهل الله ليس الهجران من الله الله لا يهجر ولكن الهجران ده معنى بيتسلط على الإنسان يظن بأنه ابتعد عن الله وأنه ذهب عن الله سبحانه وتعالى ولذلك الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته هو الهجرة هو الهجران ده بتنسب إليه لأنه في بقى الحديث في النصف في السرس الأخير من الحديث يقول ومن كانت يجرته إلى دنيا يصيبوها أو امرأة ينكحها هو ده الهجران بقى أن تقصد ما سوى الله أن تبتعد عن الله أن تطلب غيره ولذلك الهجران عند أهل الله ما بيبقاش الهجران عن الله لكن الهجران ماذا؟ أن أنت تترك الهعد الذي أخسته على نفسك اللي هو إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى أعلمك بأنه وهو معكم أينما كنتم ففي عهد أخذه الله سبحانه وتعالى على نفسي والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميع فقلاص، يوجران من الله يكون من العبد الذي هجر الله سبحانه وتعالى يأني هجر الله سبحانه وتعالى استجابا لغشاوة نفسه لا أنه هجر الله سبحانه وتعالى بمعنى أنه خرج من سلطانه لكن هجر الله يعني هجر ذكر الله وابتعد عنه ولذلك القرآن بيقول وقال الرسول ايه بيقوله يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة ايه اللي حصل هجروا القرآن تركوا القرآن ويه اللي حصل لكن القرآن في ذاته ما فرطنا في الكتاب من شيء كل احوالك موجودة في القرآن فهم يهجرون الله يهجرون الحقيقة الى الوهن وينزلوا من باب الجلاء والنور المشاهدة الى حجاب الغشاوة فتصبح هناك غشاوة على قلوبهم ويظنوا انهم هجروا الله سبحانه وتعالى لانهم لا يريدون القرب وبيظنوا انهم قادرون على ان يعيشوا ويستقلوا بحياتهم عن الله فإن اللي حصل فيفعلوا ما يريدون ويظنون بانهم قادرون على الخروج من ساحة الله وقدرين على الاختباء وقدرين على ان هو في بعض الناس بيحصل لهم وهم ان هو زي ما هو مش شايف ربنا ربنا مش هيبقى شايفه والعياذ بالله وهذا قمة الهجران ان انت يغلب عليك وهمك بانك اذا لم ترى الله فهو لا يراك شيء مش من السزاجة مش من البراءة ولكن من نوع من انواع والعياذ بالله الحجاب الكثيف على القلب ولذلك ايه اللي حصل لما كنت دايما بقول لي احبابي لما بيسألوني طب كيف اعود الى الواصل قلت له الواصل اللي يحتاج لطريق طويل هل الاقبال على الله يحتاج لطويل الى طريق طويل ان نقطعه قلت لا بل يحتاج لحجاب عن قلبك ترفعه فاذا رفعت الحجاب وجدت الله تجاهك لزيك انا بقس احبابي دايما في بداية رمضان ان اول عطق تطلبه هو العطق من الهجران وهي اذا طمنك الله سبحانه وتعالى ما كان الله سبحانه وتعالى ليعتقك بالنار الهجران ويدخلك نار الجحيم التي كتب عليها كلا انهم عن ربهم يومئذ اللي محجوبون يعني ايه اللي حصل لو اعتقك الله سبحانه وتعالى من نار الهجران من عاش على شيء مات علي ومن مات على شيء بوعث علي فاذا انك انت عشت هنا في الرضوان وعشت هنا في القرب ولم تعيش في حياة الهجران فابشر لان النار مكتوب عليها ان هي محل الهجران كلا انهم عن ربهم يومئذ اللي محجوبون يومئذ بمعنى اليوم او غدا او في المستقبل يومئذ في الاخرة فاذا قطعت الهجران عنك الان بالاقبال على الله فهذا من عاجر بشرى المؤمن بالجنان يبقى ايه اللي حاصل يبقى لو قطعت عنك الان هذا الهجران فهذه بشرى بانك من اهل الجنان طب ليه لان الله سبحانه وتعالى اذا وقفقك الى هذا واوت بيه متشابهة يبقى هو سيعلمك كان يريد ان يبشرك بانك ستكون على هذا الحال في الاخرة وعشان كده انا عايز اقول لكم ان الحكمة المهمة جدا في هذا المعنى ايه هي من لم يقطع دواع الهجران لم يذوق حلاوة الجنان اللي مشا يقطع عن نفسه دواع الهجر اللي فيها ترك ترك مرضات الله واتباع الهوى والعيش باستقلال عن الله والاحساس بان انا استطيع ان افعل ما اريد وان في الاخر خالص ان حسابي لن يكون مهما لان في الحقيقة انا حصلت على متعتي وعلى لذتي فانا في امان السعادة واللذة والشهوة فانا مش بحتاج لحاجة تاني فلازم تبتعد عن ان تهجر الله سبحانه وتعالى لازم ان تبتعد عن ان تهجر الله سبحانه وتعالى لان ليس معنى الهجران ان تقطع ايه ان تجر هجرانك بتلاوة القرآن بس مش ممكن يكون مهنى العجران ان انت تقطع هجرانك للقرآن بل تقطع هجرانك باستحضار انك في حضرة مولاك على الدوام علشان كده بنقول السلام مع الله هو اساس الراحة في حياة الانسان وانه ينسكن مع كل ما حوله فعمود المودة والرحمة والسكينة في كل حياتنا هو السلام ولذلك فاول ما يدخر الصراع تبدأ عوارض الجفوة والجفاء فلازم تعرف ان السلام في الوسط بالله المغلف بالود ويبدأ هذا السلام من انك انت تتواصل مع الناس ولن يسلم الناس من لسانك ويدك الا اذا كنت من اصحاب التسليم ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ازاي بقى نشوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ازاي ندخل في هذا السلام سلام الود الموصول او سلام الوصل الممدود هذا ما نعرفه ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم مازلنا بنتكلم عن سلام بعض الناس يتكلموا على ان احنا محتاجينه في ايه هذا السلام اللي هو سلام الود الموصول او الوصل الممدود هذا السلام في الحقيقة هو اللي بيخليك تعيش الحياة دايما وعارف ان الحياة مش فراغ ان الحياة مش بعيدة عن الله ان الحياة مش انت في مكان بعيد عن الله ولما تحب ترجع تاني لازم تتروح لفيافي وجبال وتنزل فيه ضاب لا لازم تعرف دايما ان انت داخل حضرة مولاك لازم تتحقق من ودي الله سبحانه وتعالى عشان تقدر تمشي اني ودي الله سبحانه وتعالى فضل من الله لازم تعرف اني ودي الله فضل من الله وفضله لا ينقطع لانه لا احد يمنعه مما يريد وده هيحصل لما تعلم انك تستطيع ان انت تقبل على الله ولا يحول بينك وبين الاقبال على الله شيء غير اوهم نفسك الامرة بالسوء حد يقول له نفسي مش مطوعاني اه صحيح نفسك مش مطوعانك بس ولكن الله معك يعني ايه ان معي يا ربي سيهدين نفسك لو ما اطوعكش ولذلك اللي يحصل دايما بقول للناس كده بما ان الله سبحانه وتعالى ليس هناك بيني وبينه حجاب وهو معي دائما وانا في وصل دائم وانا في وده ومدده الدائم لما فيش حاجة تانية ولذلك لما كانوا يسألوني زي ما قلت لحضراتكم لما كانوا يسألوني هل بيننا وبين الله طريق طويل نقطعه نسلكه حتى نقبل عليه اقول لا بل حجاب عن قلبك ترفعه طيب لما ترفع الحجاب ايه اللي حاصل فلما ترفع الحجاب تجد الله امامك انت ازاي تدخل على الله وانت محمل بكل هذه الاوزار وهذه وهذه الاوحال وهذه النجاسات تخلص منها تخلص من كل ده تخلص من كل ده لان الله سبحانه وتعالى اذا قبلك هيقبلك على طيبه هيقبلك على الحال الذي يرضيها لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى الذي يقبل التوبة عن عبادي ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون يبقى انت مش محتاج كل ده انت كل اللي محتاجه اليقين من ودي الله سبحانه وتعالى ان انت عشان تدخل في سلام ودي الله وسلام ودي الله الموصول لابد ان انت تستعين للقضاء على الحجاب اللي بينك وبين الله بإيه؟ بالله سبحانه وتعالى وبلا حول ولا قوة إلا بالله ولذلك صدق الله سبحانه وتعالى وهو يقول عن القرآن وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يهدي الله سبحانه وتعالى يكلم عن القرآن يهدي به من اتبع رضوانا سبل الايه؟ سبل السلام ويخرجهم منين؟ من الظلمات إلى النور بإذن ويهديهم إلى صراط المستقيم يبقى إذن الله سبحانه وتعالى يحب لك النور ونفسك الأمرة تحب الظلمة لإن إيه اللي بيحصل؟ أنا فيه خداع وفيه فخ اسمه فخ الظلمة إن النفس تدخلك في فخ الظلمة فتظن إن انت لا ترى تظن بأنك في مكان لا يصل إليه نور الله بل إن الظلمة التي تعيش فيها من ظلمة النفس هي مخلوق من مخلوقات الله فالله معك حتى في ظلمتك يبقى مين اللي خرج ودهت مقتدق ويخرجهم من الظلمات إلى النور يبقى الله سبحانه وتعالى معك في الظلمات يعني إيه معك في الظلمات؟ أنت في ظلماتك والله ينير ظلماتك يبقى عشان كده الله سبحانه وتعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور من ظلمات الشك واليأس إلى نور البصيرة والود والقرب كأن اليقين في ود الله ربنا يقول لك إيه أدم معاملتي فما تردتك قط من حضرتي ربنا بيقولك كده أدم معاملتي فما تردتك قط من حضرتي فأنت دايما في حضرة مولاك ودايما مولاك يعاملك فلابد إن انت على الجزاء والإحسان إلا الإحسان طب تعمل إيه عشان تداوم معاملة مولانا أنا عايزك أقول لك كده ليه لإني بجد أكتر حيات الإنسان اللي بيحس فيها بالشتات والوجع والفراغ والإحساس بكل الضيق والحرج ونار الهجران عن الله ونار الوحدة والوحش عن الله سببها أنه ما تحققش بسلام الود أن الله سبحانه وتعالى يودك لا لشيء إلا لأنه جميل إلا لأنه كريم إلا أن هذا محد فضل من الله وإن دوت موجود وقريب منك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فالله قريب منك طب الحل توصل لده إزاي بقى أول حاجة تتحقق بالحب إن الله يحبك وإلا لماذا يرزقك بغير تفع ثمن بلاش فكرة إنه إنه يستدرجني ما هو يستدرجني ويحبني الأمر التاني المعاملة بالكرم أن الله سبحانه وتعالى يعاملك بكرمه الحاجة التالتة دا يمومة المعاملة إن الله سبحانه وتعالى يديم المعاملة معك فإذا حصل لك الثلاث حاجات دولة فإذا حصل لك ده أن تعامل الله سبحانه وتعالى متحققا بالحب بحبه سبحانه وتعالى متحققا بأنك تعلم أنه سبحانه وتعالى يعاملك بكرمه وهذا منقطع عن أنت ماذا تفعل أو لا تفعل ولأن الله سبحانه وتعالى يعطيك هذا بغير ثمن ثم بعد ذلك إلا حاصل تعرف أن هذا دائم من الله سبحانه وتعالى فإذا أنت تحققت تحققت بالحب وتعلم أنه كريم فينقطع عنك سبيل أنك ستعمل وأنك لن تجد فتستمر في المعاملة فإذا أدمت المعاملة حصلت لك المواصلة إذا أنت أدمت المعاملة مع الله حصلت لك المواصلة فيتجلى الله سبحانه وتعالى عليك كل نفس وكل يوم فتصير السنة كلها رمضان السنة كلها رمضان بالعكس فتصير كل ليلة من لا يليك ليلة قدر وتكون أوقات السحر هي أوقات التنزلات ونزول الملائكة لتشهد ما يفعل الحبيب عندما يلتقي بحبيبه وماذا يقول له لأن الله هو الذي يدعوك يعني بعد كل هذا القرب الله سبحانه وتعالى كمان يدعوك لتزداد إفاقة لتفيق وتتيقن من القرب هذا هو المعنى الأول الذي لابد أن يكون مستقر عندنا ونحن نسير في مسارات وعبادات رمضان ليه عشان ننفي عن أنفسنا أن نحن نطلب العبادة تحقيق مراد نحن نطلب العبادة نحن نطلب العبادة وصلا برب العباد نحن مرادنا هو أن يصلنا الله سبحانه وتعالى وإذا كانت تجربتنا أن الله يصلنا فإنه حاصل لما يصلنا الله سبحانه وتعالى ونحس أننا في حضرة مولانا طولا نجد الحال بتاعنا إيه أليس الله وبكاف عبده فتحس أن أنت في سلام سلام إيه؟ إن أنا لا أريد شيء أكثر من ذلك كالسلام الذي كان عند سيدنا إبراهيم وفي النار هو موصول بالله فقال شوف بيعبر إزاي عن سلام الود علمه بحالي شوفه هو أدود بيه إزاي؟ علمه بحالي يغني عن سؤالي فإنه حاصل؟ فإذا ولذلك حضرت النبي يقول ماذا؟ وهو إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي يعني لو كنت أنا في الوسط مش بحتاج حالة تاني إحنا عندنا مشكلة إيه المشكلة اللي عندنا؟ إن إحنا مش قادرين نحس بده عندنا غشوات كتيرة بتمنعنا من ده لازم ننفي الغشوات دي من على صدرنا أول غشوة لازم نرفعها عشان نحس بودي الله إن إحنا نعرف إن ودي الله سبحانه وتعالى ده منقطع عن أعمالنا ودي الله سبحانه وتعالى ده الله يفعله كرماً وفضلاً وجوداً وعشان كده إذا أردنا ندخل بقى ونعيش في تجربة العيش بسلام الود الموصول أو الوصل الممدود تعالوا الممدود يعني المستمر أبد الآبدين أول حاجة أول حاجة لازم نعملها نكثر البحث والنظر في آيات الكون ودلاء العظمة الله سبحانه وتعالى زي ما ربنا سبحانه وتعالى وجهنا وأمرنا عشان نقدر نعيش وفي الأرض آيات للموقنين في آيات للذين يتأقنون والذين يريدون أن يصلوا إلى اليقين اليقين من ماذا؟ من دوام وصلنا والله سبحانه وتعالى يتكلم عن المؤمنين وعن عباد الرحمن يقول ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلة يبقى إذن إحنا هذا الطريق الذي نريده أن نتكفكر أن نتأمل وهذا التأمل والتفكر يحتاج إلى ورد أنا عندي عبادة قديمة بنعملها اسمها عبادة أفكار الصباح والمساء إيه أفكار الصباح والمساء دي؟ إن الصبح أفكر وأتأمل في معاني وضاع الله سبحانه وتعالى في الكون وفي المساء أفكر طب إيه الفايدة من أفكار الصباح والمساء؟ عشان نكمل المنظومة لربنا علمهننا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض يبقى إحنا محتاجين نتفكر طب التفكر ده يعود بسلام الودي ليه؟ لأن أنت لما تعود كده وتتفكر في عدد الأنفاس اللي ربنا أعطاه لك بغير حزن وبغير كد وبغير تعب منذ خلقك الله سبحانه وتعالى تجدها شيء مهول لما تعد عدد المرات اللي نظرت فيها وعينك كانت محفوظة حدد مهول لما تعد كم مرة أردت أن تتكلم فتكلمت بغير مشقة مهول فلما تعد تتأمل في كل ده وتتأمل في بديع صنع الله وتتأمل ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل جاذبية وليه ربنا سبحانه وتعالى جعل الشمس بعيدة عن الأرض بهذا القدر وليه الأرض تدور حواليه لما تتأمل كل ده هيحصل لك حاجة في قلبك كده إيه هي؟ أن الله سبحانه وتعالى يقول لك إن الذي أدار كل شيء إنما أداره ليفتح لك بابا من الأنوار لدرى أن الحياة إنما تدور بحبه وبقربه وهو أقرب إليك من كل شيء فقد نوع عليك كل شيء لكي تكون أقرب إليه من كل شيء فالتأمل ده شيء مهم جدا وأنا بحب أني على الأقل يكون للإنسان ساعة تأمل كل يوم يبقى عندنا ساعة التأمل يعني نصف ساعة الأقل في الصباح ونصف ساعة في المساء ده هيعمل إيه؟ هيعمل هدوء في النفس هيخليك تبقى تزداد حكمة وهو ده اللي قاله حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يطويل الصمت فاعلموا أنه يلقن الحكمة فإذا أنت صمت لأن الصمت اللي إحنا عايزينه هو صمت الفكرة وكان رسول الله سمته فكرة صلى الله عليه وسلم تاني حاجة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فيه دعاء لو حفظنا عليها بمهمة أوي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يردد بعد كل صلاة وكأنه لما خرج من العبادة عايز يخرج منها بالسلام في الحياة فيقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا هذا الجلال والإكرام فنردد هذا الدعاء ونقصد بذلك إن احنا خرجنا من ده وذهبنا إلى الله سبحانه وتعالى دائما ويا سلام بقى إننا أدعي ربنا سبحانه وتعالى في الصباح والمساء إنه يخليني دائما في حال سلامي الإحساسي بود الله واليقين بود الله سبحانه وتعالى ويا سلام بقى لو أنا أدعي في كل صباح ومساء إن ربنا يرزقنا قلبا سليما الحاجة اللي بعد كده والمعنى اللي بعد ذلك اللي ممكن يوصلنا إلى هذا أنا فيه دعاء بحبه أحاول بي أستشعر ود الله سبحانه وتعالى وأستشعر سلام الود والوصل ولازم أنا بدع الدعاء ده أستشعر إن الله يسمعني وأن الله يحب أن أنادي عليه وأن أنادي عليه بحب أن أقول لله سبحانه وتعالى هذا الدعاء يا سلام يا سيد السادات يا غياثنا ومليكنا يا سيدنا لا نرجو شيئا إلا أن ننتسب إليك ولو انتسبنا إلى تراب أعتابك فإن العباد لا يعرفون إلا بسيدهم وإذا جربنا أن نعرف بما سواك فصرنا لا شيء فعلمنا أننا إذا انتسبنا إليك ولو على باب الطرد لو قالوا هذا الذي طرده سيده فهذا شرف لنا لو قالوا هذا الذي طرده سيده فهذا شرف لي من أن أنتسب إلى غيرك فكيف وأنت لم تضردني فحل اللهم بيني وبين غيرك وأوقفني اللهم عليك على أي حال تراه فإنك كريم ودود لطيف تحب القرب يا رب العالمين اللهم ارفع عني حجبي واجعل هذا نور قلبي واجعلني يا ربنا ممن ساروا في درب المحبة وأزل كل العوائق عن دربي يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين دلني عليك من أقرب طريق واجعلني أعرف أنك في الطريق أنت الرفيق يا رب العالمين يا سادة احكونا عن تجربتكم عملتوا إيه لو عشتم بسلام المحبة أو كنت عشتوا بسلام الود الموصول أو الوصل الممدود عيشوا هذه التجربة وتعالوا لنتكلم عنها لأن هذه التجربة تجربة تفتح قلب العبد على حياة مكتوب عليها هذه حيات سلام الود الموصول ومكتوب عليها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يا رب أكرمنا بتلك الحياة واجعلنا ممن يعيشون معك على كل حال بعض الفاصل يا سادة نلتقي بحضراتكم عشان نتلقى أسئلتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنا نتلقى عليها أسئلتكم المباركة وكمان بقينا نتلقى عليها تجارب حضراتكم اللي بتسعدنا وبتخلينا دايماً في حال ذكر وبقاء في مجالس الذكر في حضرة مولانا سبحانه وتعالى ونذوق ودي الله سبحانه وتعالى الموصول ووصل الله الممدود بتفاعلاتكم معانا وبأسئلتكم اللي توصلين وخلونا ناخد أول سؤال من الأستاذ أحمد من الإسماعيلية أستاذ أحمد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزايك يا دكتور الحمد لله فضل ونعمة عمبيرنا كلها يديك الصحة من العقلية إن شاء الله يا رب إن شاء الله بقول لحضرتك أنا عندي 74 سنة وأعاني من مرض القلب ارتجاع الشمام المترالي وضغس مرتفع وأنينيا ودونة الباسية هل يلزم يا مولانا إن أنا أروح الجانع عشان أصابق الجماعة طيب أنا عند الوقت هل يلزم هل يلزم فيها وكأن فيه سؤالين السؤال الأولاني إنه واجب عليها صلاة الجماعة ولا لا هذا سؤال والسؤال الثاني والسؤال الثاني إنه أنا لو ما روحتش أصلي جماعة هل أخذ الثواب ولا لا السؤالين دول عايز تسألهم ولا ده فيه سؤال تاني ده هو كنت كنت كلمت ساتك مبارح على انفلات الريح آه وبعدين أنا عندي مش هو سواسة أو شك أو حاجة ده بقى له عشين سالة عندي وعلى طول انفلات ده على طول ساتك كنت كده توضع عند كل سلاة طبعا أنا عاوز أرى القرآن عاوز أرى ما سأخر صدي أعمل خلاص ما انت لو توضيت لكل سلاة هتفعل كل ما يفعله المتوضع تصلي السلاة صلاة الفرد والسنن وتقرأ في القرآن وما فيش حاجة وعلى فكرة قراءة القرآن انت بتقصد مس المصحف لكن قراءة القرآن لا يشترط فيها الوضوء اللي بيشترط فيه الوضوء مس المصحف واضح؟ يعني ممكن أصلي وبعدين فلات على طول على طول عندي فتا ما أنا بقول لحضرتك ما يمكش بقى اللي خرج بقى سواء اللي هيخرج بقى ما خلاص عنا عندنا سلاة سريح هنتوضع ونصلي بقى ومناش دعو بقى باللي خرج تاني ييجي بقى معاد الصلاة اللي بعدها زي مثلا خلاص قدن العصر دلوقتي هنروح متوضيين للعصر وصلينا العصر ونصلي سنة العصر ونفضل نقرأ القرآن ومسكين المصحف لغاية صلاة المغرب ييجي صلاة المغرب نتوضى للمغرب وهكذا في متين حضرتك؟ طعم سعيد حضرتك طيب السؤال نعم السؤال الأولاني حضرتك قلت لي قال يلزم أن أنا أصلي في المسجد لا يلزمك لو كان دهت فيه مشقة عليك لا يلزمك صلاة في المسجد سنة مؤكدة أنت كل بتاخد سواب أكثر إذا صليت في الجماعة في الجماعة في المسجد والصلاة في المسجد بتفوق الصلاة في الجماعة بتفوق صلاة الفذ ب 27 درجة والمقارنة هنا ما بين صلاة البيت وصلاة البيت وصلاة المسجد وصلاة المسجد إنما كمان صلاة المسجد في كل خطوة إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة يبقى السؤال بقى لو أنت كنت من أهل المسجد ثم طرأ عليك المرض فمنعك أن أنت تنزل للمسجد إن شاء الله ربنا يكتب لك الثواب الذي كان يكتب لك صحيحا إن شاء الله وهذا من كرمه سبحانه وتعالى نعم معنا الأستاذ أمو أحمد أستاذ أمو أحمد أيها السلام عليكم عليكم السلام عليكم أتمنى على حضريك بس تتوطي التلفزيون وتسمعيني من التلفوني أستاذ حوالي اتفضلي زيك يا عم الشيخ فضلي ونعمة الحمد لله كل سنة وأنت طيب وحضريك طيبة وبخير وبسلام أنا عندي ثلاث أسئلة يا عم الشيخ قلهم لي لو تسمع اتفضلي أنا ستة كبيرة وجايبة كفن بتاعي هل أطلع عليه حاجة لا ما تطلعيش عليه حاجة اللي بعد أسيبه كده يعني اللي بعده أنا لما بصلي الفجر أقود شوية وأقوم أصلي ألا أنهار تلع قبل رمضان أنا في رمضان بعض لكن قبل رمضان أنا ما أقدرش أصلي الفجر طيب يعني أنت بتقولي حضرتك بتكتهدي وبتثبطي المنبه بس المنبه حتى المنبه لو ضرب أقوم شوية وأقوم أصلي يعني أنت يعني تقولي شوية وتقوم تصلي عشان أنت مش قادرة فيسبق الصبح فبتقولي يعمل إيه قوم يصلي الفجر أي وقت بدل ما أنت ما أصرتيش قوم يصلي الفجر ومعلكيش اسم يا حاجة طيب يا السؤال التالت التالت إن أنا بنتي بتساعدني وبتقولش الجوزها بتساعدك بفلوس جوزها بيدي لها المصروف وقولها تصرفي فيه زي ما أنت عايزة ولا بيقول لها إيه لا هي بتجيب لي من البيت أي حاجة بتقولي دي حاجة مني أنا ليك ما نقدرش أقوله طيب يعني هو السؤال هو لما بيديها المصروف بيحساب على المصروف مليم مليم ولا بيدي لها المصروف وقولها تصرفي زي ما أنت عايزة بيديها المصروف ما بيقول لها إيش عملت بإيه طيب خلاص بس هي بتديني حاجة من البيت من لي إن شاء الله ربنا يبرك لها في بيتها ويبرك لك إن شاء الله وكل ما يجي لك الأجل ده يعني ما فيش لوم عليها يعني لا ما فيش لوم عليها إذا كان ده في حدود المعقول وليس فيه إسراف ولا تحميل الرجل فوق ما يطيق إن شاء الله ربنا يبرك لك ويبرك لها إن شاء الله في سؤال وصلنا ان الدكتور منع امرأة من الصيام عشان الحمل تعمل ايه ولا حاجة هتفطر زي ما قال لها الدكتور وبعد كده ان الحمل عندنا بيلحق بالمرض فلا ان تفطر فتفطر وبعد ما تفطر ايه اللي حاصل هتعوض الايام مش هتفدي لان هي من اهل الصيام اذا كان بس منعها من الصيام عشان الحمل بس يبقى تعمل ايه يبقى مش هتفدي لكن اتعوض الايام دي بعد ما تخلص حمله يمكن كمان بعد ما تخلص الرضاعة نعم استاذة وفاء تتفضل السلام عليكم يا دكتور كل سنوة حضرتك طيب رمضان كريم الله اكرم اتفضلي بقول لحضرتك يا دكتور دلوقتي انا متوترة كده ومش عارفة بالنسبة للجمايات دلوقتي فيش كبار بيجو يقول تبرعه للجمايات وانا مش عارفة وانا بتبرع للجمايات في الزكاة والتبرع ودلوقتي انا مش عارفة يعني كده صح والمستشفيات فانا شكة يعني في الموضوع ده فمش عارفة يعني في الزكاة ادفع انا بدفع للجمايات وبادفع في المستشفيات والتبرعه في كل مكان بس انا مش يعني مش متأكدة من الكلام ده بص يا حاجة انا اقول لك حاجة انا اظن ان المشكلة اللي عند حضرتك ان الشك دوت بس مش خاص بالجمايات ده خاص بحاجات كتيرة لعل الكلام ده صحيح طيب حاجة وفاء لو كان ده الكلام دوت فدوت امر مناسب للمرحلة اللي احنا فيها دي وحضرتك ما تقلقيش اذا كانت الجماية مرخص لها بهذا النشاط وهذه الجمعية من الجماعيات التي تعمل في الخدمة المجتمعية الواضحة المشهودة المعروفة اللي مشهود لها كمان بان هي خدمة للمجتمع والوطني بقى المسألة ما فيهاش اي شيء لكن هي المسألة كلها ان احنا ندي لجماعيات غمجولة المصدر ومحدش يارف عنها حاجة فاذا كان ده فهم اذا كانوا هم هم تحملوا عنك هذه المسألة وانتهت المسألة كون حضرتك بتشكي بتشكي حضرتك لكلام الناس لكن الشك في ان هؤلاء لا يقومون بهذا لا فيه اجهزة رقبية بتقوم كمان بمراقبة هذه الجماعات الجماعيات اللي انا قلت لحضرتك عليها فما تشكيش وان شاء الله ربنا يتقبل منك ويجعله في ميزان حسناتك حاجة وفاء استاذة ريحاب من سواجة تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هو بس انا دكتور بس كان يعني كنت عايز اسأل سؤال بس كده لو واحد مظلوم ودع على اللي ظلمه دعه صعب وشافه بيتحقق قدامه وزعل زعل عليه يعني زعل عليه معشان كده بنقول للناس سمحوا ويدعوا نفسكم ما احنا بنقول للناس سمحوا كده وربنا يرقيكم ويدعوا نفسكم فهو لكل المشكلة ان هو يعني الحز ان ان هو دعا الدعا ده ان الشخص ده مش عايز يرجع في ظلمه فانتي دعيت فهو دعا الدعا ده فالدعا ده تحقق في الراجل ده فقلبه واجعه صح اه يعني فضل العين كويس كده مين قاله بقى ان الراجل ده حصله كده عشان دعاه اه هو شاف الدعا طيب ساعة الفطار بيجي له تليفون بيقول له فلان ده خلاص كانوا لحقوه بين الحياة والموت طيب هو السؤال بس هو مش لازم يكون ده بسبب دعاوه ده يكون قضاء ربنا سبحانه وتعالى البناء ادم نفسه مش عايز يرجع في ظلمه للبناء ادم ده يبقى احنا دلوقتي نقول ازاي ان نخلص البناء من الوجع اللي موجود من ظلم البناء ادم ده صح كده اه مانناش دعو بقى ان هو يا ربنا استجاب الدعاء فيه او اي حاجة لان بعض الاحيين الناس بتتمنى ان الدعاء يستجاب في فلان لعله يرجع عن ظلمه انا عايز اقول لحديك حاجة احنا مش موجودين في الكون ده عشان نطلع سفر ظلم احنا موجودين في الكون ده عشان نطلع قلوبنا سليمة نطلع قلوبنا سليمة اللي ظلمك دي مشكلته هو مش مشكلتك انت يعني ايه الظلم ده مشكلة مشكلة الظلم مش مشكلة المظلوم المظلوم ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه وده له دعوة مستجابة فالشخص المظلوم ده لابد ان هو يحس ده ممكن يبقى بيشكر الشخص اللي ظلم لان هو عنده دلوقتي هبة انا طبعا مش قصد ان هو يشكر الشخص اللي ظلم واكيد هو من حقه ان هو يرفض الظلم ويرد الظلم ويدفع الظلم عن نفسه ودي واجبات لكن ان هو ايه بقى يعالج قلبه ازاي ان هو دلوقتي عنده كنز عنده دعاء مستجاب واتقي دعوة المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب فيعمل ايه هو يستفيد بالدعوة دي انه يدعو لنفسه فايه اللي حصل فعشان القلب يسلم قلب المظلوم يسلم يدعو لنفسه يكسر من الدعاء لنفسه يكسر بالدعاء الخيري لنفسه وان شاء الله سبحانه وتعالى يستجيب ربنا له نعم استاذ الرحاب مازالت عايزة تكمل حاجة تفضلي اه بس فانا يا دكتور يعني انا اتواصل مع حضرتك شخصيا عشان يعني حد بصهم حاجة تانية يعني على رأسي اتشرف اتشرف استاذ الرحاب نعم شكرا استاذ الممالك من الغربية تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا عندي كم سؤال كده يا شيخ كنت عايزة حديدك تجوابني عليه تفضلي انا عندي حماتي ستة كبيرة بس هي وعي عني لله بتقوله كده فهي انا من ساعت ما اتجوز ودخلت انا بقالي ستين متجوزة حاسة انها قرهاني واتكره جوزي فيها ودائما تقول له عليها كلام ما حصلش هو يقض يظلمني ويدربني ويبهديني وفي الاخر يقض لي معليش هنعرف ان انا ظلمتك وجيت عليك لما يقضي تأكد من ان الكلام ده ما حصلش وبيسمع بودانه فعلا وكذا مرة يعمل نفسه طلع برا ويقض في البيت ويشوف انها فعلا الظلمان ويقضي بهديني ويظلمني ويقضي تدع علي وكده وتدع علي فعلا بغباء ودعاء ووحش وكده فالدعاء ده حيقضني مع ان انا والله العظيم مظلومة من الظلمة الدعاء ده انا لما بسمعه اعصابي بتتعب وبابقى زعنانا جدا مع اني والدتي دايما تقولي الدعاء لقد المظلوم يعني طيب فانا بابقى مددى او زعنانا جدا من الدعاء ده ومن ظلم وكوزلية برضو من كلام والدته علي بس بيرجع برضو يقف معي ويقول لي معلش بس من كتر ما ده انت معبية خالص يا ممالك ده انت ده انا مش عارف اسألك السؤال فين فين السؤال يا ممالك السؤال ان انا دلوقتي حماتي ظلماني انا دلوقتي دعاء علي ده في اسم علي انا وحيبقى حيقضني طيب وقادي سؤال فيه سؤال تاني ومن ناحية تانية جوزي جوزي من كتر ما وظلمني وساعات دي ماشي ورا كلامه ويرجع تاني يقول لي معلش حقك علي وكده ببقى في معاملات معاه الشخصية وكجوزي وكده مش ببقى بقادر ان انا اصاله او قادر ان انا اتعامل معاك طيب ده السؤال التاني اتعامل مع جوزي ازاي وانا حاس ان هو خزلني وما خدليش حق من امه ايه تاني والسؤال التاني انا لو استكيت لجوزي من حماتي او ما سنجيش ازا عقلها او قال انت بتعملي كده ليه فانا كده دلوقتي ببقى كده بحرده عليها ولا ايه طيب خالص اعجابك على ثلاث اسئلة او استاذة ممالك بس دعوات حماتك دي بدلية دعوات ظالمة لا يستجيب الله عليها بل يردها على صاحبه دعوة الظالم ربنا يردها عليه الحياة التانية انت بتقولي طيب زوجي بقى كوني انا نفسي مش طيبة وانا بتعامل معها بسبب ان هو خزلني مع امه طيب ممكن نبصرها بطريقة تانية ان زوجك ما خزلكيش قدام امه لكن ايه اللي حاصل ريح شوي على حبك ليه يبقى هو بيقول ان انت بتحبيه اكتر فعشان كده هو عمل كده لان هو يا ست كبيرة وهو مش هيقدر يغيرها لكن يقدر يتعاون معاك فتيجي تعملي انت يجي تقوله له ايه رأيك تعالى ان اتفق انا وانت ان انت ما تجيش تغلطني وما تجيش تعمل كذا وانا هتحمل يا سيدي اللي بتقوله والدتك بس انت قول لي كلام يحسسني ان انت فاهمني وانت عارفني فدوت هيريحني ويريح ده بالنسبة لجوزك اخر حاجة بقى طيب انا عشان بس الكلام بينكم والتواصل بينكم احسن بكتير انا شايف ان انتو محتاجين تعود وتتكلموا ع بعض انتو وزوك حضرتك والكلام والحوار ده عيغير اشياء كتير جدا 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 انا شايف بقى ان انت بتقولي طيب وانا بقى وضعي اعمل ايه اغير ده ازاي انا قلت لحضرتك غيريه بالحوار وغيريه طيب وانت لو اشتكيتي ليه من امه اعتبقى انت كنت بتقوليه عليها طبعا ممكن ياخد المسار ده لكن انا شايف ان انت لازم تعرفي قاعدة ان اقرب طريق لقلب جوزك اهله فوالدته اقرب طريق لقوزك فتعملي ايه فببساطة خالص بدل ما تروحي تشتكي من الكلام ده انت حاولي تتعاملي مع الامر ده معاملة واضحة يعني ايه معاملة واضحة تروحي لحاماتك وتقولي لها انا مش عارف انت متحبنيش ايه قوليلي انت زعلانا مني في ايه وجهي وجهي افضل من انك انت تروحي تشتكي فالمواجهة افضل من الشكوى من اليوم مر حتى انت نفسك هتلاقي اللي جواكي من الحقد ومن الضيق راح منك فده نصحت لحضرتك وده اللي انا شايفك اللي افضل من انك انت تروحي تشتكي ان انت توجهي العلاقة الساخنة اللي بينك وبنحاماتك وتشوفي ما جايز لها حق وجايز انت لو غيرت حاجة من دي يبقى ده حسبة لله سبحانه وتعالى ودهوتي يبقى تنفيذ لقولي تعالى ادفع بالتي هي احسن فدهوتي ان شاء الله يكون في ميزان حسناتك نعم استاذة ميرفد تتفضل قالوا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته انا عندي سؤال لو سمحت اتفضلي والدتي ستة كبيرة عندها 65 سنة والدكتور منحة من الصيام لان عندها الكليا تعبانة نعم فهي مصممة هتصوم وصايمة فاحنا بنقولها يا ستري هل الصيام ده حرام ليها هي ولا حلال ولا اي هو قال لها أن الصيام خطر على حياتها اه قال لها مش لازم تصومي عشان ده غلط عليك ده ايه قال لها ده غلط عليك غلط عليها الى اي مدى لو فيه خطر على حياتها او فيه خطر على ان الامر يستفحل او فيه خطر على مرضها لا تفطر دي بقى تفطر ايه انا اظن ان هي سمعاني ايه لو كان كده تفطر طب اه اه لو احنا مثلا عايزين نمطلع لو احنا عايزين نمطلع لو احنا عايزين نمطلع مثلا بدل السمطة هي لو الدكتور قال لها مش هتصوم تاني خالص انطلع عن كل يوم تلاتين جنيه لو الدكتور قال لها بس دي فترة علاج وترجع تصوم تاني يبقى تقضي الايام اللي عليها بعد ما تخلص العلاج بتاعها لكن لو قال لها مش هتصوم تاني خالص يبقى خلاص هتطلع فدية عن كل يوم تلاتين جنيه يا سادة كلمنا النهاردة عن سلام من اعظم انواع السلام اللي ممكن نعيشه في حياتنا سلام ان الله سبحانه وتعالى يودنا سلام باننا في حضرة مولانا سلام باننا لا نقع في ان يطردنا الله سبحانه وتعالى من ساحتي سلام من اننا مازلنا بين يدي الله انا وبكلمكم دلوقت استحضروا ان انتوا بين يدي الله كل واحد فيكم الان يقبل على الله سبحانه وتعالى وما فيش حجاب اي حد كان حاسس ان هو بعيد عن الله سبحانه وتعالى تعالوا دلوقت نقول اللهم يا ودود نسألك دائما ان تزع على قلوبنا تذوق انك في كل حال معنا موجود فيا ودود اجعلنا من اهل الوصال واغرق قلوبنا في الجمال واصلح لنا كل حال واجعلنا يا ربنا مع سيد الرجال صلى الله عليه وآله وسلم في الصباح وفي الليال واجعلنا يا رب دائما مع حضرة النبي على خير حال يا ربنا يا متعال